أشارت مجموعة سيتي جروب إلى أن احتمالات تشكيل حكومة جديدة في لبنان في المستقبل القريب ليست في طور التحصن مع مرور الوقت واعتبرت أن الجمود السياسية الحالي بات يضر بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية وعدم وجود مجلس نواب فاعل والتحديات الاقتصادية المتزايدة واعتبرت سيتي جروب أن المخاطر الاقتصادية في لبنان ارتفعت بشكل كبير إذ أن إدارة شؤون البلاد على الصعيد اليومي أضحت صعبة وفي أغلب الأحيان تعتمد على المراسيم الرئاسية وقد جاءت نتيجة هذا التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بانك بيبلوس كما توقعت سيتي جروب تأجيل محاولة لبنان تطوير ثرواته المحتملة من النفط والغاز في مياه الإقليمية في ظل غياب حكومة ولفتت إلى أن شح مصادر الطاقة في لبنان يشكل عبءا كبيرا على الاقتصاد اللبناني في موازاة ذلك أشارت سيتي جروب إلى أن الفجوة بين مستوى مخاطر البلد والمخاطر السيادية في لبنان قد اتسعت بسبب الارتفاع الكبير في مستوى مخاطر البلد واعتبرت أن التدهور الحاد في مخاطر البلد على مدى السنتين الماضيتين أثرت بشكل بسيط على مستوى المخاطر السيادية لغاية الآن وقالت أن مخاطر البلد تعكس مخاطر القيام بالأعمال في دولة ما وهي تشمل المخاطر الاقتصادية والأمنية والسياسية والتشريعية فيما تعرف المخاطر السيادية على أن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد